بسهل الخير عليكو جميعا دلوقتي هنبدأ نشرح مادة النيجوشيشن chapter 1 which is the nature of negotiation طيب الشابتر ده في ايه او ايه المكونات بتاعته او المكونات اول حاجة في الشابتر ده هنردس what is النيجوشيشن ايه تعريف النيجوشيشن how it is difficult from bargaining ايه بقى الفرق ما بين النيجوشيشن والبارجين النقطة اللي بعد كده what are the characteristics of negotiation ايه الخصائص بتاعت النيجوشيشن او الطفاوط when do negotiation occur يعني امتى النيجوشيشن ده او الطفاوط ده بيحصل بعد كده what are the negotiation skills required for the negotiation process ايه بقى السكيلز او المهارات اللي احنا بنحتاجها في عملية التفاوط عشان تتم عملية المفاوضة او الطفاوط how does interdependence affect the negotiation process ايه بقى الفرق ما بين الcreating value ان انا اخلق قيمة مضافة او اخلق قيمة او value and claiming or claiming value ان انا طالب بال value through negotiation من خلال عملية النيجوشيشن what are the types of conflict in negotiation and how do they affect negotiation ايه بقى انواع الconflicts او الconflict اللي هو ان الاطراف بتكون يعني عايزة حاجة معينة بتتفاوط عليها في عملية التفاوط and how they and how do they affect negotiation و ايه بقى الconflicts دي او الصراعات دي بتأثر على النيجوشيشن اخيرا the dual concern model اللي هو النموذج بتاع الاهتمامات كل ده هنعرفه في الشابتر 1 هو the nature of negotiation طبيعي التفاوط اول حاجة inner reduction the only negotiation is something that everyone does almost daily يعني التفاوط ده بيحصل كل يوم وما بين الافراد كلها almost daily يعني تقريبا يوميا احنا بنعمل عملية negotiation مع بعض approaches to the subject عندنا bargaining ونجيشش شوف دلوقتي ايه الفرق ما بين البرغانين و ايه الفرق ما بين النجيشش اول حاجة بيقول لي bargaining describe the competitor will lose situation for example handling overprices that happen in shops يعني البرغانينج ده بيوصفي حاجة اسمها competitive او windows الكمبيتتف ديت اللي هي تنفسية اللي هو انا بكون بتنافس مع واحد على حاجة معينة ديت اللي بسميها win lose situation ايه انا اكسب حضرتك بتكسب احنا اللي اتنين مش بنكسب في الوضعية دي for example على سبيل المثال hardlain overprices that happen in shops لما انا بكون رايح اشتري حاجات من محل فال situation هنا بيكون win lose او competitive انا عايز ااخد السلعة بقى اقل سعر و حضرتك عايز تبيع حالي بقى اعلى سعر طيب النقطة اللي بعد كده negotiation negotiation occur when parties try to find a naturally acceptable solution to a complex situation it is cooperative and win win على النقيد او على العكس negotiation بتحصل when parties try to find a natural acceptable solution solution يعني لما الافراد بتحاول ان هي توصل لحل مناسب لهم هما الاثنين يعظموا من خلاله value to a complex situation المعقد it is الكلام اللي بالله احمر مهم شوية it is cooperative التانية كانت competitive و هنا win win الاثنين بيكسبوا اما هناك في الpargain win lose right negotiation is an interpersonal decision making process necessary whenever we cannot achieve our object single handling يعني يقول لي الالنجوشيشن ده is an interpersonal decision making process هي عملية بتحصل ما بين الافراد عشان نتخذ الكرور necessary مهم امتى whenever we cannot achieve our object لما احنا مش بنقدر ان احنا نحقق الاهداف بتاعتنا single handling لوحدنا فبنا اضطر العملية الالنجوشيشن عشان نوصل لحل الاحسن بيكسبوا بيكسبوا وحلالتابل levels and contexts يعني الافراد او الناس بيعملوا عملية التفاول ديال في levels مختلفة او مراحل مختلفة within departmental في الاقسام or business units او في وحدات العمال between departments الاقسام between companies وشركات and even across industries وحتى ما بين الصناعات خيب الانجوشيشن بيحصل كمجموع من الاسباب اول حاجة معانا resources are scared and it helps to share or divide a limit resource يعني ال resources او الموارد اللي معانا بتكون ندرة and it helps to share or divide a limit source وبيكون من الصعب ان احنا نتقاسم الموارد المحدودة دي عايز انابدأ عن حاجة الجزء اللي انا بشرحه ده او الشافتر ده عموما ممكن تلاقوا فيه اختلافات عن الكتاب اللي معاجد بس تأكدوا ان الحاجات دي مهمة تمام النقطة اللي بعد كده to create something new عشان اخلق حاجة جديدة that neither party could attain on his or her or يعني عشان اخلق حاجة جديدة ما كانش طرف من الاطراف فيقدر يحققها لولا عملية التفاوط اخر حاجة to resolve problems or dispute between parties يعني عشان احل المشاكل او اسوي المشاكل ما بين الاطراف طيب characteristics of a negotiation situation ايه بقى الكاركترستيكس او المميزات او صفات بتاع عملية التفاوط number one there are two or more parties يعني بيكون في اتنين او اكتر من الاطراف ما ينفعش اعمل عملية التفاوط انا او انا الوحدي فوض معمين there are conflict of needs and the desire between two or more parties يعني فيه conflict of needs على صراع على الاحتياجات and the desires ورغبة between two or more parties ورغبة من الاخراض ديت على resources ما بين شخصين او اكتر parties negotiate because they think they can get better deal than by simply accepting what the other side offers them بمنتهى البسط الاطراف ديت بتعمل عملية الnegotiation عشان because they think هما بيعتبروا ان هما هيوصلوا الحل اوضل they can get a better deal than by simply accepting the other side of them يعني هما بيعملوا عملية التفاوط ديت عشان هما بيعتقد ان هما ممكن يوصلوا لحاجة افضل من الكنت المعروضة يعني مثلا لو انا رايح اشتري حاجة من السوق فانا اه رايح اشتري مثلا تي شيرت كان تي شيرت ده قلب بكوتو 100 جنيه فده هو العرض بتاعه الاول انا مش هعمل عملية التفاوط الا اذا كان في دماغي او ان انا بعتقد ان انا ممكن اقلل السعر ده مثلا خليب 250 نمبر فور parties expect give and take process يعني الاطراف بيطاقعوا ان هيكون في عملية من ال give and take process اللي هو يعني في البلادي كده الاغذة والعطا يعني الاثنين بيكون عندهم صدر راحب ان هما يعملوا عملية التفاوط الاطراف دي بتبحث عن اجريمنت او بتفضل ان هما يعملوا اتفاق كلا من فعل ان هما مش هنقول لي يتخنقوا يعني ولكن هما يبدأوا بشجار او كده break off contact permanently ان هما يعني يمشوا على طول او يقطعوا العقود اللي ما بينهم الى الابد take their dispute to a third party ان هما بقى ياخدوا المشكلة بتاعتهم دي لthird party او المحاكم او كلام successful negotiation involves النجاح او سوري عملية التفاوط النجحة بتحتوي على كل من management of tangible ان انا بعمل عملية management او بطرح الحاجات التانجيبول الملموسة زي ايه for example the price of or terms of agreement يعني الاسعار او terms بتاعت الاجريمنت resolution of intangible بعمل عملية حل للحاجات الانتنجيبول طب ايه ممكن تكون الحاجات الانتنجيبول او غير الملموسة the underlying psychological movies motivations such a winning losing saving face intangibles are often rooted in personal values and emotions التاني يعني انا ما بعمل عملية حل للحاجات الغير الملموسة الحاجات دي بتكون شوية لها علاقة بالسيكولوجيا او حاجات نفسية او الدوافع الموتيفيشنز زي ايه مثلا الwinning المكسب losing الخسارة saving face اللي هو بالعربي حاجة كده دماء الواقع يعني تمام intangibles are often rooted ال intangibles دي بقى او الحاجات اللي هي غير الملموسة دي بتكون شوية لها علاقة بالpersonal values او بقيم بتاعة الاشخاص and the emotions والحواطف او الثقافات القديمة بتاعتها negotiation skills negotiation skills دي بقى negotiation skills there are 10 best practices to improve negotiation skills دي حاجات لو درنوا ان احنا نعملها practicing هدي هتزود عندنا من ال skills بتاعت ال negotiation او حاجة be prepared ان انت تكون مجهز او تجهز كويس لعملية التقوطة مش تروح اي اعملية تقوطة انت مش محضر لها diagnose the fundamental structure of the negation diagnose بعمل عملية تشخيص the fundamental structure او الهيكل الرئيسي بتاع ال negotiation work the fundamental اللي هي best alternative to a negotiated agreement بحدد ايه البدنة او البديل الافضل اللي هي في عملية التفاوط be willing to work away يكون عندك الرغبة ان انت تكمل في عملية التفاوط remember the intangibles تتذكر او يكون دايما في بالك الحاجات اللي هي intangibles اللي لها علاقة بالسيكولوجية اللي احنا كنا لسه بنشرح actively manage collision يكون في عملية من عملية الترابط server and protect your petition تحافظ دايما على الصمعة بتاعتك عملية التطور remember that originally and the furnace are relative تذكر جيدا او بتكون في دماغك ان originally اللي هي العقلانية والfurnace والعادل دول الحاجات بتكون relative نسبية مفيش حاجة بالزبط continue to learn from experience لازم جدا تتعلم من experience او التجارب الصوتة بتاعتك master is the key paradox وديت ليها شرح اللي هو master the key paradox دي فيها ايه بقى اول حاجة فرق ما بين claiming و creating value فرق ما بين انت عايز تعمل claiming طالب بالقيمة ولا تخلى انت القيمة sticking by principle تتمسك بالمبادل ولا بين resistant to the flow تكون مع الطيار او عندك مرونة sticking with strategy تكون محدد استراتيجية معينة وتتمسك بها ولا opportunist pursuit of new option ولا تكون عندك مرونة لو في option جديد honest and open يعني تكون عندك امانة و متفتح ولا closed and epic اللي هو منغلط و مبهم trust or distrust تكون تقصد في الطرف اللي قدامك ولا مش تقصد فيه دي كانت ال-negotiation skills نقطة اللي بعد كده ال-interdependence ال-negotiation parties need to need each other to achieve their preferred outcome or objective ال-interdependence ديت اللي هي ان الافراد تكون مهتمدة على بعضها و يكون فيه نوع من العلاقة ما بين الاطار بيقول لي ان فيه في ال-negotiation او في ال-about بارتز و هم الاطراف need each other بحاجة الى كل من هما to achieve عشان يحققوا their preferred outcome or objective عشان يحققوا الهدف او الاهداف اللي هما بيفضلوا to be prepared This mutual dependency is called interdependence المنافع بقى او الاعتماديا المشتركة على كل واحد بيبقى معتمد على التاني دا احنا بنسميه ال-interdependence Interdependence goals are an important aspect of negotiation عملية او ال-interdependence دا او الاهداف او يكون عندي هدف من الاهداف ان يكون فيه interdependence are an important aspect دا جانب مهم جدا في عملية ال-negotiation سواء win-lose من هو i win you lose or win-win يعقى opportunities for postparties to gain يكون فيه خرصة للاثنين ان هما يكسبوا example project management team لما يكون فيه project معين فالـ team بقى دا بيحاول انه هو يخلي الـ project دا احسن مما يمكن ما زلنا في ال-interdependence بيقولي فيها interdependent boards are characterized by interlocking goals يعني الاطراف المعتمدين على بعض دول بيتميزوا بان الاهداف بتاعتهم بتكون لحد ما مشترك having an interdependent goal doesn't mean that everyone wants or need exactly the same thing ان الاطراف بحلها او ان الاطراف كلها يكون عندها اهداف مشتركة مش معناه ان كل واحد عايز نفس الحاجة ممكن كل واحد يكون ريفاليو او عايز حاجة معينة فلما كلهم يعني يتعاونوا مع بعض ويكون في اعتمادية ما بينهم مش بالضرورة ان هما كل واحد ياخد نفس الحاجة ولكن هيحققوا المنافع المشتركة فكرة اميقس وممينة من سراعة ومينة عن ومينة عن تتتجاه ميقس بالصراعات في الهداف تتميز بي بيكون فيه نوع من أنواع الاعتمادية في العلاقة ديت ويني نفس المثال اللي هو project management team types of interdependence affect outcome إيبا أنواع الـ interdependence دي اللي ممكن تأفك على الـ outcome أو على النتائج أول حاجة بيقول دي interdependence with the structure of situation, shape, process and outcome يعني الاعتمادية دي والـ structure والهيكل بتاع الـ situation shape يشكن الـ process with outcomes العمليات والنتائج zero sum or distributive one winner ثلاثة هما يعتبروا بمعنى واحد لما ألاقي مثلا في الجملة zero sum أعرف ان هي distributive أعرف ان هو one winner طب one winner دي معروف ان هو واحد بس اللي عايزه طيب zero sum جت من الكلمة zero sum طيب لو نتخيل دلوقتي ان في طرفين بيعملوا negotiation بس كل واحد عايز يعظم القيمة اللي هو هيخصها فواحد منهم هيفوز والتان هيرسل فلو نتخيل كده اللي هيفوز ده مثلا plus one واللي هيخصر minus one لو جمعناهم يبقى zero sum فوما دي؟ ودستريبيوتب اللي هو جاه من حاجة هدمي يعني انا بكسب ومليش ده هو بالطرف التاني فور example two people are winning sorry two people are running a race so the situation is competitive يعني لو في اتنين بيجروا في ثبات فطبعا كل واحد عايز يكسب فينفع ان الاثنين يعني يكسب ولا هو لازم واحد بس اللي هيكسب but the situation اللي احنا بنتكلم فيه هنا competitive تنافسي اما so there is negative correlation between the two goals attainment في علاقة عكسية ما بين الهدفين ده هدف ان هو يكسب وده هدف ان هو يكسب واحد كسب التانية يخصو non zero العكس بقى التانية كانت zero دي بقى non zero or integrative or matchual gain situation التلاتة برضو بمعنى واحد for example the combination of musician and lyric writer اللي هو بقى التعاون ما بين الموسيقار والرجل اللي بيكتبه لازم اللي اتنين يكون فيما بينهم تناغم وان اللي اتنين يحاولوا يعني يتعاونوا مع بعض عشان يحققوا المنافع المشتركة martial adjustments دي فيها ايه؟ بيقولي continuous throughout the negotiation as both parties act to influence the other دي فيها ان الاطراف او في عملية التقاور كل من الطرفين بيحاول ان هما يأثروا على برا Negotiation is a process that transformers over time naturally adjustment is one of the key causes the changes that occur during negotiation بروح الnegotiation is a process الnegotiation هي عملية that transformers over time بتتغير مع الوقت martial adjustments والتعديلات اللي بتحصل ديت is one of the key هي واحدة من اهم causes الاسباب of changes من التغير اللي ذا occur during negotiation اللي هو ممكن يحصل خلال عملية التفاوط بروحة ونفهم ها دي لأنها مهمة l-effective negotiator او المفاوض الشوطر او الفاعل needs to بحاجة ان هو understand يفهم 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 ايه how people will adjust ازاي الافراد بتعمل عملية adjust او re-adjust هي بتعدل في الoptions الموجودة لها and how the negotiation وزاي بقى عملية التفاوط might twist ممكن تروح حتة تانية او and turn بترجع based on بناء على once moves ان الشخص بقى لقصدك ده يتحرك تمام يروح في مكان تاني في عملية التفاوط ان هو يقدم بدايل او تنازلات تانية and the other's responses ويبقى اردود الافعال على الاطرابة تمام ايه ايه martial adjustment and concession making ايبقى عملية الادjustments دي او التعدلات وي التنازلات اللي ممكن تتعد when one party's agreed to make a change in his or her position a concession has been made true or false طبعا true ممكن تجيلك زي ما هي كده لما شخص ما agree بيوافق ان هو يعمل او يتحرك من المكان اللي هو واقف فيه معنى كده ان هو قدم تنازلات طبعا صح طبعا concession restricts the range of options التنازلات دي بقى بتحجم او بتحدد range of options اللي هو البدائل اللي موجودة تمام مصبوط لان لما انا بقدم التنازل معنى كده ان ال options اللي موجودة عندي بتبدأ تقيل انا بيكون معايا موجودة مجموعة من options كل شوية قدم التنازل في الثاني في الثالث فالrange options بيحصل له restricted بيحدد when a concession is made the bargaining range is further constrained لما بقى بتحصل التنازلات دية the bargaining range ان هو الرينج بتاع المساومة ده بيكون اكتر تحديد ممعم for example على سبيل المسال Sara would prefer to get salary of $65,000 but she scale her request down to $60,000 eliminating all possible salary option about $60,000 فالمسال ده بيقول بي Sara عايزة تاخد او بتفضل ان هي تاخد salary ب $65,000 فلما هي بتعرف مثلا ان الوظيفة ديت اعلى حاجة فيها $60,000 فكده بتتمحي او بتزيل كل possible salary او كل option ان هو يكون اعلى من $60,000 بلدنا two dilemma and natural adjustment في مشكلتين بقى في الـ natural adjustment اول حاجة dilemma of honesty مشكلة بتاعت الامانة concern about how much of the truth to tell the other party نحن نركز على كمية الحقائق التي انا ممكن اقولها للطرف الثاني في مشكلة تانية اللي هي السقطة ودي بتركز على كمية الحقائق التي انا ممكن انا بقى كنجشيطر وصلنا الـ Value Claiming and Value Creating دي كلمنا عندها شوية دلوقتي هنشرحها باستطفال المفاوضون بيوقفوا 2 related tasks اول حاجة Value Claiming ان انا بطالب بالقيمة ان انا اخلق القيمة اول حاجة اول حاجة اول حاجة 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 تبيت ما اول حاجة عن اول حاجة être فطبعا هنا Claimant Value not creating بقى هنتكلم بقى هنا على Creating Value في Creating Value العكس Result from, not gaming, not zero sum أو Integrative situation Where? حيث Object الهدف بقى is to have both parties do well ان الطرفين الاثنين يشتغلوا قائز do well and is often described as an expand in the buy ممكن نوصفها ان احنا بنعمل expandation ان احنا بنعمل تمديد للresources الموجودة ديه اللي هنا for example البر Value creation offers several benefits to negotiators including وعليم عنه وكما تقوم بقى المميزة وموضة 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 بالقيمة بقى الحتماعي ديه اللي بقى يعني ايه؟ Value creation خلق القيمة يقدم several benefits يقدم فوائد متعددة مين للnegotiators including The identification of all available resources إن أنا بقدر أحدد كل المهارة المتاحة The ability to meet The aspiration of both parties القدرة إن أنا أشوف بقي المنافع المشتركة مبين الأطراف And the creation of more stable and enduring agreement وإن أنا أقدر أخلق يعني حالة من السبات أو الاستقرار مبين الأطراف For example لان أنا ويدن So the pride A groom And the both family are happy to satisfy with the guest Have the wonderful time لما مثال على الكلام ده لما بيقوم بخطط الفرح ف أهل العريس وأهل العروسة بيتعاونوا بقى مع بعض إن هما يتطلعوا الفرح ده بالشكل يعني الكويس فالتنين بيكونوا السوعة ده لما الجستس أو الضيوف بيه A wonderful time يعني كويس بردو For example Kites exchanges their children بيتبادلوا الألعاب بتاعتهم أو ما شاب أنا أقف عندي بكوز إدا في الشابتر ده لتوفي